انا كنت رايح المكان ده علاس ان هو واحد من محلات المجهولة بس اكتشافت لما رحت ان ابو صاحب المكان ده كان طبخ اساسي من طبخين الملك فاروق وغير كده فيه مشاهير كتير جدا بيأكله من عنده سواء في الصالة او ديليفري واسعاره بتبدأ من 15 جنيه بس عمتا خلينا نتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ما بين رمصيس ووسط البلد جنب جاركة الاهرام بالزبط فيه مطعم صغير بسيط كده هو عم ماجدي المكان ده اول ما بتخش بتلاقي عادته بسيطة خالص على يمينك كده المشويات وقدامك الاعداء بتقعد تطلب الاكل تلت ساعة تقريبا الاكل بيكون جهز والمينيو بتاعتهم برضه بسيطة خالص فانا طلبت تقريبا معظم الحاجات فالله بينا نبدأ بحاجة حاجة واول حاجة طبعا لازم ابدأ وسخن بيها هي شربة لسان عصفور عصرة لمون كده مع شوية ملحة وفلفل واضربة بمبو وصحيح سعرها 10 جنيه فالله هو اجبر وعندهم برضه شربة تانية كده الراجل والرهاني بعد التصوير هي شربة اجنحة فراخ تقريبا فيها 6 قطع اجنحة وب15 جنيه حاجة كده بس المهم نسيبنا من الشربة ونخش في التقيل المحل ده متخصص بالفراخ بس مش اي فراخ بقى الفراخ المحمرة بتاعت بيوت المصريين وعنده برضه نوع تاني وهو فراخ الفرن فانا طلبت ربع صدر هنا وربع صدر هنا والاتنين بيجي معاهم رز واخضار وعيش وصلطة وطحينة وسعر الوجبة دي 65 جنيه المهم نبدأ في الاول بالفراخ وبعد كان نخش على الخضار الفراخ المحمرة دي ومع اني ما كنتش متحمس لها عشان انا الصراحة مش هكدب ما بحبش الفراخ بالمحمرة بتاعت البيت قوي بس هي كانت حلوة جدا 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 اولا الفراخ كانت نضيفة هي نفسها طعمها كده كان حلو وبعدين الاشرة بتاعت التحميرة اللي برا دي برضه الصراحة كانت حلوة كانت عجباني فعامة هي طعمها فعلا كان حلوة هي بس كان فيها سنة شدة بسيطة بس عامة طعمها مع الطحينة كان حلوة اوي 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 الطحينة بتاعتهم جامدة الصراحة وبعد كده بقى دخلت في الفراخ الفرن انا جربتها بعد لما جربت المحمرة على سنة هتكون احلى منها وكده بس الفكرة كلها اول من ادوء لأ المحمرة احلى بمراحل بمراحل يعني انت لما اتروح هناك لازم تجرب الفراخ المحمرة دي دخلت بعد كده بقى على الخضار وجربت من هناك تلات انواع بسلة سبانخ وملوخية نشفة ووسعر الطبق ومعالعيش ومعالحاجات دي بخمستاشر جنيه ابتهيت اول حاجة بالبسلة وانا بالنسبة لي انا بحب البسلة فهي بالنسبة لي كانت حلوة وانا بقدر الناس اللي بتعمل بسلة الحلوة عشان الصراحة امي بتعمل بسلة رائعة رائعة فطبق بسلة كده مع شوية روز دي اصلا وجبة المختربين الاولى وخلص انت هتتبسط جربت برضو بعد كده سبانخ ودي بقى تحسها سبانخ موامة زيادة عن اللزوم قوي يعني هي بالتسبيكة كده بتاعت السلصة بالحاجات كلها لا هي سبانخ اللي انا باكلها في البيت بالضبط واخر حاجة بقى جربتها الملوخية بس مش ملوخية عادية لا الملوخية النشفة ودي بقى كنت جربتها زمان كده خلص وانا عند اهلي والملوخية دي بقى بتحس فيها بتعم زرعي كده شوية انا مش عارفش حلقه ازاي بس سواء انت فعلا بتحس فيها بتعم تدخين طعم زرع طعم كده بصواء انت لازم تجربها عشان تعرف انا بتكلم فيه وخلي بالك برضو ان مش اي حد يتقبلها يعني انا بالنسبة لي كانت مقبولة بس انا بحب الملوخية العادية اكتر المهم خلصت الواجبات دي ودخلت بعد كده على طبق المحشية سعر الطبق ده 15 جنيه بيكون فيه اتنين فلفل واثنين بتنجان واثنين كوسة المحش الفلفل بتاعهم كان حلوة اوي 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 وبرضو الكوسة والبتنجان كانوا كويسين بس انا الصراحة فضلت الفلفل اكتر بكتير نخلت بعد كده بقى على طاجن البصل باللحمة وسعر الطاجن ده كان 110 جنيه ساعة تصوير الفيديو الطاجن كانواخد وش حروائي كده شوية من فوق بس بعد كده دقت البصل صراحة تتبلت وطاجن البصل نفسه كان طعمه حلوة اوي اختلي برضو حتة لحمة من الجوه دي كيتمسك نفسها ومكنتش ملبسها وانا الصراحة بحب اللحمة اللي بيسموها لحمة العينين دي فكيتعجباني اوي وفي نفس الوقت كيتشربة كده من طعم البصل نفسه فكينت خطيرة بالنسبة لي وعامة الطاجن ده انا ارشحه بكوة 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 دخلت وختمت اخر حاجة خالص بقى بالمشويات طلبت من الراجل انه هو يعملي طبق بمتين جنيه يكون فيه معظم المشويات اللي هناك تقريبا كفتة سجوء طرب ريش فلتو الكفتة تتبلتها كانت حلوة اوي وهي نفسها كانت عجباني مع شوية طحينة كده برضو مزاج دخلت بعد كده بقى على الطرب اللي نسبة الدهون بتكون فيه اعلى من الكفتة وهو برضو كان حلوة الصراحة وبرضو مع شوية طحينة كده كان حلوة اوي صراحة عامة الطحينة هناك اصلا كانت حلوة جدا فيها تحس كيها طعمة خل وتوم كان عجبيني جربت برضو ريش من هناك تتبلتها كانت حلوة وطعمها نفسه كان حلو بس هاي الفكرة بس ان هي كان فيها سنة شدة هو عامة اليوم ده اصلا كان فيه مشكلة في التسوية بوجه عام جربت برضو الفلتو هناك وهو كانت قطعيته حلوة بس الفكرة ان هو كان محروق كهة بس شوية من بره فكان فيه سنة شدة وختمت التجربة دي بقى كلها بالسجوء السجوء الصراحة كان طعمه حلو التتبلة بتاعته نفسها من جوه كانت حلوة فعجبوني عامة بس انا عندي تعليق على تسوية المشويات في اليوم ده انا كنت حاس ان تسوية الكفتة او الطرب او حتى الفلتو كانت كتير شوية لدرجة ان هما خلتهم ما يبقوش جوزي او حتى ان الفلتو بقى محروق من بره وفي نفس الوقت خلى الرياش توقع بتشد انا كلمت فيه عامة صاحب المكان وهو قال لي لا ان دي غلطة طارقة وما بتحصلش في العادي فانا هنزل فيديو كده بس لو حد راح وجرب وحاس ان هو عنده نفس المشكلة دي ياريت يكتب لي في الكومنتات وملخصا بقى للفيديو ده ايه اكتر حاجات عجبتني من محل عامة مجدي بالنسبة لي طاجن البصل باللحمة ده كان عالمي 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 والفراخ المحمرة دي برضو حلوة اوية يجي برضو بعدهم المشويات الكفتة والرياش والطرب التلاتة دولي الصراحة كانت عموهم حلوة اوية وبرضو ما تنساش المحشي طبعا محشي كده بخمستاشر جنيه تاكله جنب الحاجة فهتتبسط وبس كده ما تنساش بقى تقولي في الكومنتات هل انت كنت تعرف المحل ده من قبل كده ولا لا ولو تعرفوا جربته ولا لا شكرا جدا لكم لو انترسة بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابوزة من قناة لايفوزابوزة سلام حاج ماجدي شغل ده ما تلاقي مش غير عند الحاج ماجدي داني 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 اكسم بالله دان